اشتركوا في القناة الواحد في عواصمها اليك التفاصيل التي تخلص الى ان برمودا تتصدر القائمة قبل جزر كايمان سويسرا الدنمارك اسلمدا لوكسنبورغ جزر ابهامة اليابان النرويج واربادوس واحد برمودا خمسة الاف واحد عشر دولار مع اكثر من خمسة الاف دولار شهريا لتغطية نفقات الاقامة والمعيشة تعد برمودا اغلى مكان للعيش فيه في جميع انحاء العالم على غرار جزر كايمان برمودا هي اقليم بريطاني افر يقع في شمال المحيط لا لأطل السي يبلغ عدد سكان برمودا قرابة خمسة وستين اف شخص يعيشون على مساحة اجمالية تبلغ عشرون فاصل خمسة ميلا مربع عاصمتها هاميلتون هي ايضا مدينة مدمجة في برمودا ويبلغ عدد سكانها حاليا ما يزيد قليلا عن اف شخص عندما تبحث عن سكن في المدينة ستحتاج الى بعض الجيوب الكبيرة حيث ستلفك شقة استوديو بغرفة نوم واحدة نحو 2675 دولارا في الشهر او 212 دولارا في الليلة الفندقية وسيكلفك العشاء من 20 الى 30 دولارا لشخص واحد اثنان جزر كيمان 3387 دولارا جزر كيمان هي ثاني اكثر الاراضي البريطانية اكتظاظا بالسكان في العالم بعد برمودا تقع في الطرف الغربي من البحر الكريبي ويبلغ عدد سكانها الحالي نحو 63000 شخص وتتكون من عدد من مجموعة جزر اشهرها غان كيمان تشتهر جزر كيمان بانها مستقر للشركات الخارجية ويعتقد ان هناك اكثر من 100000 شركة مسجلة فيها واذا كنت تفكر في ممارسة الاعمال التجارية في جورجتاو عاصمة جزر كيمان فستلفك شقة استديو بغرفة نوم واحدة ناولف وتسعمائة واربع وعشرين دولارا في شهر او 83 دولارا في ليلة فندقي الطعام والشراب فيه الجزيرة هما ما قد تنفق عليهم الكثير من اموالك بحيث تكلفك الوجبة الاساسية في الخارج ما لا يقل عن هامش بين 20 و30 دولارا مضافا اليها 7 دولارات لفنجان قهوة ثلاث سويسرا 3162 دولارا مع وجود اكثر من 8.6 ملايين شخص يعيشون على مساحة 41 أثوى 285 كيلو مترا مربعا تحتل سويسرا المرتبة 95 من حيث عدد السكان في العالم والمرتبة 135 من حيث المساحة الإجمالية ولديها عدد من المدن الجميلة للعيش فيها مثل العاصمة بورن وهي أكبر مدينة ثم زيوغ يوجد في بورن قرابة 133 ألف شخص يعيشون هناك وستكلف الإقامة لمدة شهر في بورن لشخص واحد في المنطقة ما لا يقل عن 1366 دولارا أو 86 دولارا في الليلة الفندقية وستلفك الوجبة الخارجية قرابة 15 إلى 20 دولارا مع تكلفة القهوة نحو 5 دولارات للفنجان أربع الدنمارك 3312 دولارا تقع في أقصى جنوب الشمال في شمال أوروبا تحدها ألمانيا والسويد والنرويج ويبلغ عدد سكانها 5.7 ملايين نسمة عاصمة الدولة الإسكندنافية كوبها التي يبلغ عدد سكانها الحضريين 1.2 مليون نسمة وعدد سكانها الإجمالي 1.99 مليون نسمة تشتهي ركوب هاغ بأنها واحدة من أسعد الأماكن للعيش على وجه الأرض وهي أيضا ندينة باهظة تكاليف المعيشة فإيجار شقة أستوديو بغرفة نوم واحدة تناهز 1917 دولارا في الشهر أو 96 دولارا لليلة الفندقية وسيكلفك تناول الطعام في الخارج قرابة 18 دولارا أمريكيا للشخص أما أسعار القهوة فتتراوح بين 5.5 دولارات و 6.5 دولارات 5. أسلندا 2008 2 دولار تقع أسلندا بين المحيطين الشمالي والأطلسي وتبلغ مساحتها الإجمالية 103.001 كم مربع ومع ذلك لا يزال عدد سكانها البالغ 339.949 نسمة منخفضا نسبيا مقارنة بالآخرين في قائمتنا حيث ثبتت صعوبة العيش في موقعها الجغرافي القاسي بالنسبة للكثيرين ونتيجة لذلك تتبتع إسلندا بأقل كثافة سكانية مقارنة بأي دولة أوروبية حيث لا تتجاوز ثلاث أشخاص لكل كيلومتر تكلف الإقامة قرابة 1236 دولارا شهريا لشقة استوديو بغرفة نو واحدة في العاصمة ريكيافيك أو 128 دولارا للليلة الفندقية ويكلف الطعام في الخارج نحو 12 دولارا للوجبة الأساسية 2.15 لفنجان القهوة 6 لكسنبرو 2751 دولارا واحدة من أصغر البلدان في هذه القائمة وهي أيضا واحدة من أصغر الدول ذات السيادة وهي بلد غير ساحلي في أوروبا الغربية وعدد سكانها 620.319 نسمة وهو عدد صغير نسبيا ومع ذلك فهي تضم قرابة 207 أشخاص الكل كيولومتر مربع عند وصولك إلى مدينة لكسنبورغ يمكنك أن تتوقع دفع نحو 1322 دولارا شهريا لإيجار شقة أستوديو بغرفة نون واحدة أو 80 دولارا لليلة الفندقية ولعلها أغلى قليلا من جزر بهاما عندما يتعلق الأمر بالكماليات مثل القهوة حيث ستلف القهوة 6 دولارات فيما الوجبة الأساسية في الخارج تتكلف ما بين 17 إلى 25 دولارا للشخص سبع جزر البهام 2704 دولارات طبم أكثر من 700 جزيرة ويبلغ عدد سكانها التقريبي 389.482 ألف نسمة يعيشون على مساحة 13.943 كيلو مترا مربعا وأكبر مدينة فيها هي ناسو ويبلغ إجمالي عدد سكانها 255 ألفا إذا كنت فكر في زيارة جزر الهامة فعليك تخصيص قرابة 950 دولارا شهريا لشقة السوديو بغرفة نو واحدة في المدينة أو 149 دولارا لليلة الفندقية وعند خروجك لتناول وجبة وبعض النشروبات ستبلغ تكلفة الوجبة الأساسية نحو 15 إلى 20 دولارا فيما القهوة باهظة الثمن قليلا ويناهز سعرها 5 دولارات ثماني اليابان 2612 دولارا اليابان هي دولة جزيرة أرخبيل في جنوب شرق آسيا تتكون من 6852 جزيرة ويبلغ إجمالي عدد سكانها حاليا 126.8 مليون نسمة وتمثل أكبر أربع جزر غالبية السكان حيث يعيش فيها نحو 97% ويوجد فيها العديد من المدن القبرى مثل أوساكاويوكوهما والغوية وسابورو وكلها مأهولة بأكثر من مليون شخص ومع ذلك فإن توكيو وهي العاصمة وأكبر مدن البلاد يبلغ عدل سكانها نحو 37 مليون نسمة لاستئجار شقة ستوديو بغرفة نوم واحدة في توكيو قد يصل الإنفاق إلى 1370 دولارا في الشهر أو 111 دولارا للليلة الفندقية ويختلف سعر الوجبات في الخارج لكن المتوسط للشخص الواحد يناهز 15 دولارا على وجبة أساسية 9 النرويج 2211 دولارا تقع شمال أوروبا وهي دولة اسكندنافية يبلغ عدد سكانها 5.3 ملايين نسمة وتشترك في حدودها مع السويد وروسيا وفنندا وتبلغ مساحتها الإجمالية 385 2203 كم مربعة ويتوزع سكانها بمعدل قرابة 14 شخصا لكلاكي لوم غمار الإيجار الإيجار باهظ الثمن في العاصمة النرويجية لأن استئجار شقة أستوديو بغرفة نو واحدة في أسلو يكلف نحو 1193 دولارا في الشهر أو 85 دولارا لليلة الفندقية بالنسبة للمأكولات والمشروبات ستدفع 15 دولارات قريبة عند شراء جبة في الخارج 10 بربادوس 2061 دولارا دولة جزرية ذات سيادة في جزر الأنتيل الصغرى التابعة لجزر الهند الغربية وهي منطقة البحر الكريب في أمريكا الشمالية تبلغ مساحتها 349 كم مربعا وعرضها 23 كم وطولها 34 كم لاستئجار شقة ستوديو بغرفة نوم واحدة في بيجتو ستنفق نحو 500 دولار شهريا أو 100 دولارا لليلة الفندقية والوجبة الأساسية فيه الخارج ستلف كما لا يقل عن 13 دولارا فيما تبلغ تتلفة القهوة نحو 5 دولارات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر